الشخصيات في العالم كله بيبقوا تقريباً كده نوعين نوع بيبقى اجتماعي شوية ونوع بيبقى انطوائي شوية الاجتماعي ده في الأغلب بيبقى كده بيشارك في كل الفعاليات الموجودة في المجتمع فتلاقيه بقى في المدرسة بيشترك في كل الأنشطة اجتماع عائلي بيتكلم عن كل حاجة عن نفسه تلاقيها هي وسط صحابها صحابها عارفين كل حاجة عن نفسها وبتحكي بكل كده ثقة وحب وموادة عن أنا حصل معايا كده مبارح أنا هيحصل معايا كده النهاردة شخصيات دي في الحقيقة بتبقى عندها كده ثقة في النفس حلوة وعندها وهي بتبقى شخصيات ودودة في الأغلب وبتلاقيها كده في كل حتة على السوشيال نيديا على طول بينزلوا ستوريز وستعتس على فيسبوك وكده العكس بقى في الشخصية بتبقى انطوائية شوية ودول في الحقيقة بيمثلوا من 25% ل40% من البشر في العالم كله وده بقى اللي بيبقى الشخص الهادي والراسي اللي بتوع تتكلم معاه وتحكيله كده قصة حياتك وتحكيله عن موضوع عايز رأيه فيه في الآخر بتلاقيه بيهزلك راسه بيقولك آه أو لا وانت مستني منه رأيه ومفيش ما بيقولش حاجة هو شخص بيفكر قاعد مع نفسه كده مستجم مش عايز حاجة من الدنيا مش عايز يسمع حاجة من حد كل اللي عايزه انه شوية ودوء في الأغلب الناس دي بتبقى مهتمة قوي بالانترنت والكمبيوتر والتكنولوجي والتي ستيشن والحاجات ذي كلها انت بقى من أني نوع النوع اللي بيخفي مشكله ولا النوع اللي بيحكي لكل الناس كل حاجة أحمد انت مين فيهم أنا مش عارفني الصراحة لا يعني أنا عندي مبدأ ماشي به في حياتي في الموضوع ده تحديدا وهو يتحتم الصمت حين لا يجدي الكلام أحيانا الكلام بيكون أبلغ من مئة كلمة وكلمة الصمت بيكون أبلغ من مئة كلمة وكلمة تحديدا من الكلام بلا معنى أنا شايف أن الصمت فوائد كتير قوي أول حاجة الصمت بيبقى فيه رسالة وعدم إحراج للغير بلاقي أن الصمت كمان بيبقى فيه ممكن يزود من الألم لو أنا يعني اتكلمت متضايق من حاجة وابتديت اللي أنا فطفض بيها زي ما بيقوله ممكن يزودك من الألم كمان آخر حاجة بلاقي أن الصمت بيساوي الحفاظ على الشخص الآخر لو الموضوع متعلق بأشخاص زمان لو هتسأليني عن نفسي تحديدا كنت بحب اللي أنا جواي حاجة ممكن أتكلم مع الخبرة ومع الوقت ومع يعني دروس الحياة اللي احنا تعلمنا بقى منها بحس أن أنت أحيانا الكلام اللي أنت بتقوليه بيبقى نقاط ضعف بيكي تحديدا لو اتكلمتي مع حد قريب منك قوي لأن كلنا بيبقى عندنا في وقت من الأوقات أو في فترة من الفترات لسه ما كناش نضجنا بالشكل الكفاية فبيبقى عندنا سوء اختيار في بعض الأشخاص اللي احنا بنروح نحكي لها فاللي أنت بتحكيله النهاردة بيبقى ده بعد كده بمثابة نقطة ضعف يقدر اللي هو لما يحب يأذيكي أو يحب اللي هو يعني يقولك يضغط عليك بحاجة طب انت فاكر بقى لما أنت حكيت لي كذا كذا طب أنا أقول فأنا شايف أن الصمت أبلغ من ميت كلمة خير الكلام أقل ودل خير الكلام أقل ودل تحديدا بالتأكيد لكن الصمت برضو هيظل أبلغ من ميت كلمة وكلمة وتحديدا بيولام بقى على المدرسين اللي هم معلمونا بلاغة الكلام لكنهم معلموناش بلاغة الصمت لأن زي ما قلنا الصمت فيه فوايد كتيرة جدا 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 يبسنت لا تعد ولا تقصى وليس لها أول من آخر لكن ما عندكش كده صاحب قريب منك قوي هو ده اللي بتحكيله كل حاجة وعارف كل حاجة عنك فبنا نتكلم على صاحب قريب بحكيله أنا أقولك اللي أنا للشخص الوحيد اللي أنا تعلمت برضو اللي أنا بحكيله أخوي الكبير ولما بحب أخذ رأي حد أخوي الكبير عندي عارفة أنت لإيه المنطقة الآمنة بقى اللي أنا أقدر اللي أنا أروح فيها وقت ما كنت دايق عارفة ثقافة كده زمان ممكن يقولك إيه أنا أعاوز سواء تاكسي أركب معاه أحكي وبعد كده ما قابلوش تاني وينساني 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 وما يقولوش ليه دي كان فيها رسالة إيه الرسالة اللي فيها هي نفس الفكرة اللي أنا بقولك عليها فكرة اللي أنا ما قابلش حد أقول له حاجة تبقى نقطة ضعف تتخذ علي أو حاجة تتخذ علي ففضلت بصراحة وبقيت السياسة اللي أنا باتتبعها دايما اللي أنا أصمت ما أتكلمش إنتبعي أنا غيرك خالص يعني أنا يمكن كنت أكتر من الناس اللي بحكي كل حاجة لكل الناس يعني عارف أول ما أشوف حد جديد في حياتي عندي خبر ليكو فاهم فكل الناس أحكي لهم كل حاجة عني وعن حياتي وعن مشاكلي والحاجات دي كلها لكن مع الوقت لقيت أن ده مش حاجة صحة بصراحة لقيت أن ده غلط كبير ويمكن كمان مش عشان بس أنه الناس هتاخد علي نقاط ضعف أو الحاجة دي كلها لكن غصبا عننا الكلام الكثير بيغلط يعني ممكن نغلط في اللي قدامنا من غير ما نحس ممكن نضيقه من غير ما نحس العفوية بزيادة مش أحسن حاجة في الدنيا مع أن ساعات كثيرة ممكن تبقى نيتك كويسة جدا وكلامك من القلب تماما لكن وزي ما بيقولوا كده حتى المصطلح بتاع ده علنياته لكن بتبقى أنت في الحقيقة بتغلط في اللي قدامك من غير ما تحس أو بتدايقه بالكلام من غير ما تحس فتعلمت من هنا أنه لازم أخد بالي كويس قوي من الكلام اللي بقوله ومن الحاجات اللي بشارك الناس بيها يعني أنا محتاجة النهاردة كلمة دي أقولها ولا ما أقولهش أقولتها هتزود لي ولا هتنقصني في حاجات بقيت اللي هو على طرف الثاني عايز أقولها لكن برجع وراء شوية وأقول إيه لا يعني خليني سكت أحسن بدل ما أقول كلمة غصبا عني رجع نفسك لكن أنا من الناس اللي بقدر جدا الناس اللي بتتكلم عن نفسها وبتحكي عن نفسها لأنه عارفة أن دي شجاعة كبيرة جدا وعارفة أنه الناس دي بتبقى فعلا مش قصدهم حاجة وحشة أو بس أنا بشوف يعني أنا مش متفق معاكي في فكرة أن الصمت ليه علاقة بالشخص ده اجتماعي ولا مش اجتماعي لأن أنا أنا واحد من الناس بحب إلا أنا أكون اجتماعي بحب إلا أنا أتعرف على الناس كلها بحب اللي أنا أكون ودود وأود الناس كلها وأطمن على الناس كلها بشكل عام حتى لو أنا شفته مرة لكن في فكرة أصراري أو اللي أنا عندي مشكلة ما مش بحب اللي أنا روح أبوح بيها لأي حد لأن زي ما قلت لك برضو برجع لنفس الفكرة اللي هو راجع نفسك ممكن بكرة دي تتخذ عليك راجع نفسك لا الكلمة اللي أنت ممكن تقولها النهاردة يكون فيها إزاء للطرف الآخر عشان كده أنا طبعا مع ثقافة الصمت بشكل عام أنا كمان يعني مع ثقافة أن أختار الشخص اللي هشاركه كل حاجة أنا عايزة أشاركها بيا يعني أنا عندي صاحبتي مثلا قريبة مني جدا أو مامتي أو أختي أو زي ما أحمد قال أخويا حسب حضراتكم مين القريب منكم هو ده الشخص اللي أنا ببقى بالنسبة لي هو ده الشخص الآمن إن أنا أحكي له مشاكلي أو أخد رأيه بالذات كمان لو الشخص ده عنده كده وعي أو عنده يعني عقل شوية في نصيحته لي مش حد متهور يقولي روح يقرمي نفسك في البحر لا فيه ناس بتبقى عندها نصايح ممكن تفيدنا وممكن تخلينا نفكر برا الأنجل أو برا الزاوية اللي احنا بنفكر فيها لكن لو الناس دي احنا وثقين فيها أكيد نحكي لهم أنتوا بقى من أنهي نوع نوع اللي بيخفي مشاكله ولا لازم تحكوا لكل اللي تعرفوه مشاكلكم ده سؤالنا الموجودة على صفحتنا على فيسبوك مستنين إجابتكم اللي هنعرضها خلال الحلقة النهاردة بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر